صباح الخير للجميع سعيد بوجودي هنا مرة أخرى لست فقط سعيدا بعودتي إلى هنا مرة أخرى ولكن سوف أكون أكثر من فخور لأكون هنا السنة القادمة والتي تليها ليس بالضرورة كوزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ولكن كمواطن سعودي لأن ما نقوم به حتى الآن وما سنقوم به في المستقبل هو شيء جدير بأن يراه الجميع وهو شيء نفخر بمشاركته مع أصدقائنا الذين أخذوا عناء السفر للانضمام إلينا وتكبدوا عناء السفر للانضمام إلينا لفهم ما نقوم به والأهم من ذلك والأكثر ملاءمة ما سوف نقوم به بدون مزيد من التأخير عمدت إلى اختيار عنوان كلمتي التي ألقيها اليوم بهذا الصندوق الأسود الشامل والذي أحاول من خلاله أن أقوم بإيجاد لمحة سريعة للتشويق عن موضوع ما سأتحدث عنه وسوف يكون الأمر سهلا هذه إذن لمحة من جهد بسيط متواضع أحاول من خلاله أن أقول ما قمنا به كدولة في آخر ست إلى سبع سنوات وهذه المساحات الموجودة أحاول من خلالها أن أقول أن هناك الكثير تم والذي قمنا به على مر ستة إلى سبع سنوات في هذه الفترة ليس علي أن أتحدث عن مقدار التحول الذي حدث في آخر سنوات لكن يعتبر ذلك دعوة أو تمهيدا لما أود أن أقدمه لكم فيما يتعلق بما سنقوم به وما كنتم تقومون به وما ستواصلون القيام به فيما يتعلق بانتقالة الطاقة لدينا لكن حالة اليوم هي لشعب هذه الدولة ولشركائنا أننا قادرون على القيام بهذه الانتقالة والتحول التاريخي الاستثنائي وفي تقديري وأمل أن لا أكون مخطئا وأترك ذلك للتاريخ ليأتي بحكمه على ما سأقوله لكن أروني أي دولة مرت بهذا القدر من التحول في هذه الفترة الوجيزة من الزمن وأنتظر أي أحد يؤكد لي أن هناك أي دولة في العالم قامت بما نقوم به فإذا كنت مصيبا فلابد كذلك أن أكون آمل أن أكون مصيبا عندما أصف انتقالة الطاقة لدينا أنها سوف تجعلني قادرا على القول أن هذه الدولة لا تعرف في العالم كلمة مستحيل نحن ننتقل بغاية وهدف هذه الغاية يمكنكم أن تروها أمامكم ولكننا نحاول أن نغير كل أنواع الطاقة وكذلك نحاول استخدام الاقتصاد الدائري كطريقة لإعطائنا التوجيه إلى حيث سنتجه وكذلك ندخل إلى مجال التصنيع والمنتجات الهندسية لماذا؟ ببساطة لأننا نريد أن نعزز التنويع الاقتصادي لدينا وخلق القيمة ومرونة سلسلة الإمداد وخلق فرص العمل وهي أمر محوري لنا جميعا هذه الرحلة بدأت قبل ذلك بكثير وكان لدينا لمحة سريعة عما يمكنها أن تحققه في السبعينات عندما وضعنا أول خطة خمسية وثاني خطة خمسية فإن مفهوم مفهوم التحقيق هذه قد بدأ ورأينا النتائج والإنجازات التي قمنا بتحقيقها من خلال احتجاز مفهوم احتجاز الغاز وهناك مدينتان صناعيتان تم إنشاؤهما وشركة أنشئت لتعامل مع الكيميائيات وانتقلنا من استخدام السوائل إلى الغاز في شكل الميثان ليس فقط في إنتاج الكهرباء ولكن أيضا في إنتاج المياه ونتيجة لدنا شركة تسمى سابك اليوم ونرى كيف أن سابك تطورت وسوف تتطور مثل أرامكو في القطاع في قطاع الطاقة والقطاع بالكامل قطاع بالكامل أنشئة في السعودية في ذلك الوقت الآن لدنا شيء أعتقد أننا كذلك فخرون به جدا وسأستعرض معكم الأمر سريعا أعرف أن ياسر هنا وأعرف أن ريتشارد موجود معنا خلف الكواليس وأعتقد أو أنا هنا على المسرح سأحاول بقدر الإمكان أن أسرع بسبب الوقت كفاءة الطاقة هذا ما قمنا به بدأنا هذا البرنامج في عام 2012 وبدأنا بعض هذه المشاريع كذلك بداية سريعة في عام 2014 وخمسة عشر وستة عشر ثلاثة عشر وربعة عشر وخمسة عشر عملنا كحكومة من ناحية الكفاءة إذا نظرنا إلى من شاركوا فيها تقريبا لدينا أكثر من عشرين جهة ومؤسسة حكومية وشركات وما إلى ذلك وسأعطيكم مثالا على ما حققناه الكفاءة التي قادتها وكالة الطاقة الدولية نتيجة لما تعلقوا بأسعار النفط وما إلى ذلك دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية كان لديها هذه التجربة ربما لخمسين سنة تقريبا في غالبيتها وما حققناه الآن في أقل من ست سنوات أو أقل من أحد عشر سنة عندما تعلق الأمر بكفاءة تكييف الهواء أو مكيفات الهواء تقريبا يمكن مضاهاتها بما حققته الولايات المتحدة يقل قليلا عن الاتحاد الأوروبي ولكن بالتأكيد سنواصل مواكبة الركب انظروا إلى مثلا متوسط الأساطيل تقريبا نحن يمكن مضاهاتها بالولايات المتحدة وكذلك فيما يتعلق بتأثير الكهرباء وسائرات الكهربائية وما نأمل أن نحققه أكثر من حيث التعامل مع الهيدوريجين بأفوسنا ومناقشة ذلك وسوف يكون هناك لدينا قدرة على المضاهات مع الآخرين وفي خلال برنامج الثماني سنوات إذا كانت دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية حققت هذه الأرقام في تقريبا خمسين سنة ونحن نحقق أرقام شبيهة أو نتائج مشابهة أو مماثلة في أقل من هذا الوقت بكثير حيث تقريبا في عشرين في المائة من الوقت الذي أنفقوه على هذه البرامج مرة أخرى سأسألكم ما هو الشيء الذي لم نكن قادرين على تحقيقه هل يوجد أي شيء لا يمكننا تحقيقه؟ فيما تعلق بتحولي في مزيج الطاقة وسأحاول أن أسرع وأتحقق في ذات الوقت أن الجميع يمر بهذه التجربة تجربة تفعيل هذه البرامج والبرنامج الشامل ويجب أن يكون برنامجا شاملا وأن يعمل كما أقول دائما كما قلتم ذا أسبوع هذا الشيء يجب أن يعمل مرة ثانية أنا لا أعلن أو لا أريد أن أعلن هنا للساعات السويسرية أو ما لذلك لكن أقول هنا أنها يجب أن تعمل هذه البرامج كما تعمل الساعة السويسرية سأعطيكم لوحة عن ما قمنا به وما كنا نقوم به كنا نعمل بشكل متسارع وهذا ما قمنا بالعمل عليه وما قدمناه كنتائج جديدة ولا يمكن إخفاء ذلك هذا موجود في المجال العام 44 جيجا من الطاقة المتجددة هي تقريبا 50% من الطاقة الاستيعابية المركزة في المملكة المتحدة 90% من الطاقة الاستيعابية المركبة حاليا في السويد ومئة في المئة من القدرة الاستيعابية المركبة في سويسرا والنمسا معا ومئة في المئة من القدرة الاستيعابية المركبة حاليا في ماليزيا وعندما يتعلق الامر بالنمو فمقارنة بما قامت بتركيبه وانصيبه الولايات المتحدة السنة الماضية 44 جيجا وات المانيا 18 جيجا وات ونحن هذه السنة سوف نقوم بالحقيق العشرين جيجا وات لم أرد أن أقارن هذا مع الصين لأننا دائما سنبدو صغيرين مقارنة بالصين نسبيا كيف سنقوم بتركيب العشرين جيجا كل سنة شرعنا في برنامج منذ القريب وهو أول أو الأول من خلال التجربة الأول وأنا متأكد أنه لا توجد أي دولة مرت بهذه التجربة التي سأشرحها لكم وهي أننا أخذنا ما قرروا ب ما يساوي الحجم المدمج للمملكة المتحدة وفرنسا أو أسبانيا وألمانيا 850 ألف كيلومتر مربع ونقوم بعمل استبيانات لضمان أننا يكون لدينا بيانات قابلة للتمويل بهذه المواقع المختارة لنتأكد فقط أن بإمكاننا مجموعة من الأراضي التي سوف تسرع عملياتنا عندما يتعلق الأمر ببدء مشاريع جديدة سوف يقلل ذلك التكلفة ولعادة التطوير سيسمحوا للبنوك بالإقراض بنوع من اليقين ومن خلال توفير المقاييس وحساب البيانات وموصلة حساب البيانات للتأكد أن هذه المشاريع وهذه المعلومات ستبقى موجودة افتراضيا ولذلك تكون لدينا فرصة أفضل لمحاولة تجنب الإنفاق سنة أو سنتين فيما تعلق بما نقوم به في الطاقة المتجددة وسواء كانت هذه الطاقة هي من الرياح أو من الشمس الأسعار مرة أخرى بدأنا في سكاكاو ونظرنا إلى السعر الشعيبة هي تحت الانشاء انظر إلى السعر الناس يتحدثون واشيكون حول تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة سداوي تقريب نحن على وشك إنهائها ربما نأمل في الأسبوعين القادمين وعندما تعلق الأمر بالرياح مرة أخرى ما زال لنا ما زال لدينا الرقم القياسي الدولة التي بدأت أخرى من وديها هذه الأرقام القياسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما ترون في دومة الجندل والغاط وما نقوم به كذلك من ناحية الانتقال بعيدا عن السائل أو السائل إلى الغاز الوقود السائل إلى الوقود الغاز هذا ما نقوم به نحاول 23 جيجا كانت تستخدم الغاز المسال ونحولها إلى الغاز فقط من السائل إلى الغاز وبالفعل بدأنا ووقعنا لوحدات توربينات الغاز وأفضل شيء في ذلك الأمر هو أننا بالفعل ألزمنا أنفسنا باحتجاز الغاز ولذلك في أي سؤال عن التزامنا إذا كنا سنستخدم الغاز أو مثلا موضوع الغاز هذا خطأ لأن كل عقد نقوم بتوقيعه بلا استثناء في آخر سنتين كان به هذا الالتزام الالتزام بالتأكد أن احتجاز الغاز وتخزينه سيكون أمرا جاهزية جاهزيته قائمة وحاضرة انظروا إلى حجم النظام لا يعرف أو لا يفكر الكثير من الناس في مدى حجم وكثرة هذا النظام للأسف ليس لدي الوقت لمقارنته بأوروبا ولكن أخذوه كما هو حتى أنني أفكر أحيانا أن الكثير من أصدقائي والمواطنين في السعودية ربما لا يعرفون ذلك اليوم لدينا تقريبا خطوط النقل فقط لأعطيكم لبحة عن ضخامة العمل 95 ألف كيلو متر من خطوط النقل والتوصيل مددت في السعودية سوف ننتقل إلى 160 ألف كيلو متر وهذه بحلول عشر 30 هذه الـ 95 ألف هي أيضا قديمة وربما قد تحتاج إلى الصيانات سوف نقوم بإعادة صياناتها وإصلاحها ونبني الجديدة لنتأكد أن هذه الشبكة سوف تكون قادرة على مواكبة مع الطلب الجديد عندما ننتقل إلى الطاقة المتجددة وموضوع التدخل وأن يكون لدينا شبكة قادرة على تلبية هذه الاحتجاجات وإلا سيكون لدينا مشكلة خطيرة في الاعتمادية الخاصة بالطاقة في المستقبل وفيما يتعلق بالتوزيع 827 ألف كيلو متر وننتقل بذلك إلى أكثر من مليون فاصلة واحد كيلو متر بحلو 2030 عندما يتعلق الأمر بالأشياء الأخرى مثل المحطات الفرعية وانظروا إلى وضعنا الآن وإلى أين نتجه في المستقبل عندما يتعلق مثلا بالمحطات الفرعية للنقل والمحولات والتوزيع القضايا الكبرى هي أننا نربط كل منطقة في السعودية لضمان أنه لا يوجد أي مكان في السعودية لا يكون لديها على الأقل مصدرين للكهرباء ولذلك فإن هناك خطوط نقل وتوصيل هائلة سيتم تخصيصها لتحقيق ذلك لدينا بالفعل أو وقعنا بالفعل على 26 جيجا من البطاريات وبذلك بحلول 2030 سيكون الرقم 48 جيجا هناك سبعة مراكز سيطرة أو تحكم في التوزيع مرة أخرى اليوم لدينا مركزان سيكون العدد 9 في المستقبل وهذا أيضا يأخذ في الحسبان التحول الذي سيتم في قطاع الطاقة هذه الدولة يمكن أن أشير إليكم هنا أنه لا يوجد أي مستهلك ليس لديه مقياس ذكي لا أريد أن أبقارنا لأن هذا سيكون إحراجا للعديد للكثير من الدول من بينها حتى الدول مجموعة العشرين ليس لديها مثل هذه الأرقام الهيدروجين الهيدروجين مرة أخرى بفضل نيوم وبفضل إدارتي ورؤيتي صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد ابن سلمان ولي العهد لدينا الكثير من الناس يتحدثون عن الهيدروجين وتحدثون كثيرا عن الهيدروجين الأخضر أروني من لديه هذه الطاقة للسعابية التي تم تنفيذها بالفعل أروني من لديه الاستعداد ليقول أننا جاهزون جاهزون لتصدير الهيدروجين الأخضر وهيدروجين النظيف كما قال ناس هنا من أرامكو ومن سابك جولون العالم للتسويق الهيدروجين ما زال هنا لك طاقة السعابية قادرين على بيعها ونحن كذلك نسوق ولذلك توصلنا في ترتيبات حالية ولنتأكد أن العالم يفهم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء الخضراء الهيدروجين الأخضر بأي حجم ونظروا إلى التكلفة ونظروا وجربونا إذا أردتم وأيضا نريد أن نتأكد أن الهيدروجين يمكن استخدامه أن يكون متاحا في السعودية لمن يريدون أن يأتوا للاستثمار هنا في هذه القطاعات وبالسبب الوقت أنا متأكد أنكم تعرفون الأمر أكثر مني كما أننا ملتزمون بالحفاظ على 12.13 مليون برميل من النفط الخام كتاقة السعابية قصوى يوميا والكثير من الناس يدعون أنهم يفهمون النفط إذا أرادت سعودية أن تدخل في هذه الاستثمارات للحفاظ على الإمكانات فأني ربما قد أقول لأغراض الاحترام سأخبر هؤلاء الناس الذين يتحدثون عن هذه الدولة أنها سوف تزيد كذا وهذه الدولة ستزيد كذا وهذه الأرقام التي ستزيد هناك شيء يسمى الوضع الطبيعي وإذا لم نلتزم به سوف نخسر بمرون الوقت وإذا لم نغاصل الإنفاق ستين في المئة من مثلا مجلد الشركة على تعهد الإمكانات سنفقد هذه الإمكانات إلا أن هناك أشخاص جيدين يأخذون هذه الأشياء بشكل مباشر إلا أنني هناك قزة تقول ذات مرة الوقت والمثابرة سيحسناني الدولة أنظروا إلى الغاز المجلدنا وأطلاق العنان لهذه الدولة هذه الدولة سوف تجني مالا في مرحلة الانتقال ربما الدولة الوحيدة على كوكب الأرض التي سوف تجني مالا من انتقالها في مجال الطاقة لأننا نقوم بناء خطوط الأنابيب لهذه الموارد من ناحية الغاز وفي جفورة وفي انغريس لدينا محطات نقوم بنائها ونقوم بتنديد كميات كبيرة من الموارد الأنابيب الأرضية لمساحات يتم وضعها في هذه الدولة نتأكد أنها سيتم تسويد هذه المدن بالغاز وسيكون ذلك يأتي بالأسعار المعقولة ونحن هنا لا نتحدث عن أحلام اليقظة هناك عقود وقعت وهناك تنفيذ قد بدأ بالفعل من جانب أرامكو وملكياته ذلك ومسؤولته سيكون للحكومة والدولة الحكومة تحضر لتتأكد أن أرامكو لن تخسر المال ولكنها ستكون مشاغلا لكن الأهم من ذلك هو أنه مسار الذي نستخدمه لرقابة ولمتابعة النفط والغاز لدينا مرة أخرى أنظروا كم دولة يمكنها أن تقوم بتمديد أربعة آلاف كيلومتر من نبيب الغاز في العالم ربما بعض الناس قد يكتبون أناشيد وأغاني عن ذلك الإنجاز أنظروا إلى ذلك وما سيساعدنا في تمديده هذا الغاز سيعطينا أيضا المزيد من السوائل والمزيد من الإيثان وانظروا إلى المضاعفات الموجودة ونعرف بالتأكيد وفي الحقيقة نحن متحفظون في هذه الأرقام نعرف أنه في الكيمياء الأساسية هذه الأمور سوف تتضاعف على الأقل ستتضاعف وعندما يتعلق الأمر بالأليات المختلفة أو الكيميائيات المختلفة سوف تتضاعف بثلاثة أضعف وبالمناسبة الأشياء التي تحدثت عنها في القيام بكل هذه الأشياء من مزيج الطاقة هي موجودة لوقت من الزمن وأعرف أن بعضكم ربما سمع عن ذلك وسوف نوفر مليون برميل والذي سوف نكون قادرين على تصديره وبالمناسبة نحن نعمل في هذه الأمور والمهمة وسنستخدم ونستفيد من هذه الأشياء داخليا وخارجيا ولذلك نرى رامكو تستثمر كثيرا في الصين وسوف تستثمر كثيرا في أماكن أخرى أيضا وفي كوكب الأرض لأننا نريد أن نواصل الاستفادة ورسملة الهيدروكربول المجلد في هذه القاعة في 2019 قلت أننا سوف نرسمل كل جزء من الطاقة تتلكه هذه الدولة لسنا خجولين أو لا نجل من سجلاتنا فيما يتعلق بانتقال الطاقة ولكن ما نره هنا هو أن ذلك لا يسمح لنا أن نكون خجولين من ذكر هذه البيانات انظروا إلى هذه البيانات فيما تعلق بكثافة الميثان وبالمناسبة رابكو عملت على ذلك حتى منذ الثمانينات انظروا إلى موقعنا اليوم نحن الثاني بعد النرويج وقد قمت بتوجه إلى زميلي في الفرازيل منذ شهرين وقلت له استعد سوف نلحق بكم قريبا فيما تعلق بالكثافة وما تعلق بالإنتاج في المملكة العربية السعودية انظروا من هو متقدم عننا ونحن قريبون جدا من كندا وأخبر زميلي في كندا سوف نأتي وسوف نتقدم ولا يزهلني أنه بعد سنتين مثلا ترون لأننا نشارك في الكثير من المبادرات التي تسمح لنا بضمان أنه سيتم إنجاز ذلك لكن أهم من ذلك انظروا إلى كثافة الكربون فيما تعلق بالإنتاج واسألوا أنفسكم لماذا يأتي الناس إلينا ليحاضرون في العمل بمثابة المواطن العالمي عندما يجعل الكثير من الناس يتساءلون إذا كانت هذه الخطابات يجب أن توجه لنا أم أن توجه إلى مواطنيهم هم هذه هي المبادرات التي دخلنا فيها نحن لا نخجل من مشاركة أو كوننا مشاركين في هذه المبادرات لأنها أولا تساعدنا وتعطينا التوجيه وتساعدنا على مساعدة الآخرين لتحقيق ما نحققه ولضمان أن الناس يفهمون ما هي الخطوات التي اتخذناها لمواصلة الاطلاع بدور محوري هذه تساعد سرديتنا وسرديتنا هي أننا نستخدم الاقتصاد الدائري الكربوني للتحقيق من رسمالة والاستفادة من كل مورد موجود لدى هذه الدولة وإذا كان هناك طريقة لاستفادة منه نقديا من ناحية موارد الطاقة وأيضاً فيما تعلق باستفاء متطلبات التغير المناخي وبالمناسبة في هذه الموارد قمنا بذلك منذ وضع طويل في عام 2018 إذا كنت تذكر أحمد كان ذلك في عام 2018 حققنا ذلك هذا ما نقوم به خلال توليد الإرادات ومن خلال ما قمنا به هذا ما نحاول أن نحقيقه في أرامكو وسابكو ما يريدون تحقيقه فيما تعلق باحتجاز الكربون والمستقبل بسيط جداً نريد العمل على خلق أحد أكبر منشآت احتجاز الكربون واستخدامه في الحقيقة في ينبع لدينا واحدة ونعمل مع بعض الشركات أو مع إحدى الشركات أو بعض الشركات في ذلك وكذلك عملية إزالة الكربون من خلال وحدات توربينات الغاز التي ذكرت عنها والتي تدعم الأربعة وأربعين جيجا ولذلك نحن ملتزمون بالرئيس التنفيذي ونحن متأكدون أن هذا سيكون ناجحاً في عمليات احتجاز ثاني أكسل الكربون وتحدثنا مع أصدقائنا في التحل الأوروبي أننا مستعدون لتوفير بعض الأشياء مرة أخرى نحن محظوظون بأن لدينا الكثير من العروض ونحن مستعدون في أن نجعل الآخرين قادرين على استخدامها إذا اختاروا أن يخزنوا ثاني أكسل الكربون لديهم في المملكة لدينا التزامنا بخلق سوق للكربون بقيمة كبيرة وتطويره ولدينا هنا مراحل وسبب تقسيمه إلى مراحل أنا نريد أن نضمن المصداقية والاعتمادية وبدأنا بالسوق الطوعي للكربون في المملكة وعملنا يد بيد مع صدوق الاستثمارات العامة في كل من هذه القطوات وأطلقنا في أكتوبر السنة الماضية عندما كالدينا اجتماع الشركة الأسر الشمال الأفريقية أطلقنا شهادة لأتقال لأرامكو ولغيرها من الجهات مع ربما الشركة التي تقوم بعمليات الثفقات المختلفة ستتمتلك خمسين في المائة من ذلك وعمليات العطاءات أيضا هناك أنظمة امتثال معقدة مخصصة لتكون قادرة على الوفاء باحتياجات المملكة تعلمنا من مشكلات وأخطاء الجميع وسوف أقول وأقول الأوروبي أعتقد أن لديهم هذا أتقدم ولكن لديهم بداية كانت بداية صعبة لذلك تعلمنا مما مر به الجميع ونريد في ذلك أن نأخذ الوقت لضمان أن التشريعات والهياكل الموجودة لا يجب أن تكون غير قادرة على تلبية احتياجات الخاصة وأن تكون قادرة على التعامل مع اقتصاد الخاص وهذا يجعلها ربما مختلفة من دولة لأخرى ولكن هذا ما يجعلنا لتحقيق ذلك وتكون ذلك تجريبيا للسنوات الثلاثة القادمة لنتأكد أن هذه الجاهزية موجودة ومرة أخرى لغرض تعزيز الاعتمادية على هذا النظام وأعتقد أننا اليوم سوف نوقع شيئا ما مع صندوق الاستثمارات العامة كتمهيد لإعلان منصة الاقتصاد والأشياء التي نودع أن نقوم بها في باكو وأعتقد أنها تستحق أن نخبر أصدقائنا الذين يشاركونا في مفاوضات التغير المناخي أن نخبرهم أننا كذلك نأخذ بزمام القيادة من بين الكثير من الدول التي تواصل التحدث عن الأمر ولكن لا تمتلكه صندوق الاستثمارات العامة أطلق بالفعل أحد أكبر إذا لم يكن أكبر وأكبر ماتاد للعطاءات كطريقة لتأكد أن هذه الشركات لديها الجاهزية والتوافر كذلك نحن نشاركو في كل هذه النشاطات والتي مرة أخرى لضماني وللتأكد أننا سيكون لدينا انتعاشا في هذا الموضوع السنة القادمة وأضمن لكم أن الأنقام سوف تكون عالية ويسعدنا أن نجعلها أعلى وأعلى مع مضينا قدما لكننا نعرف أن هذه المنهجية في التزامات الوطنية المحددة وأن يكون لدينا التزامات الوطنية المحددة مع مضينا قدما لا أحد على كوكب الأرض أوجد شيئا مشابها لمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر هذه الدولة قررت أنها تريد أن تكون مسؤولة ومسائلة وأن تتم مراقبتها ومتابعتها فأوجدت هاتين المهادرتين لمساعدة الدولة على التعزيز ودعم ما يجب عليها فعله لتكون أشياء جيدة في المملكة ولضبان أن الناس يفهمون أننا جادون جدا فيما نقوم به ليس فقط ذلك ولكن أيضا أننا نقدم ونعرض المساعدة على الدول الأخرى لمحاولة تحقيق انبعاثات أقل سعيا منها لنكون لكون الدولة مواطنين على ميناتون في هذه الدولة كمدير وفي المرة الأخيرة احتفينا مع أرامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء وغيرها وأكرر ذلك مرة أخرى وسوف أعطي لأرامكو وسابو ذلك الأمر فقد أطلقوا المحتويات المحلية لديهم في سنوات سابقة لذلك فهذه الدولة بالكامل مرت كما مر الجميع بتجربة كوفيد تسعة عشر وهذا في الحقيقة أدى إلى أشياء كثيرة كانت في عيدنا ولنعرف ما الذي يحدث في سلاسل الإمداد وفي مرونة ومتانة هذه السلاسل سلاسل الإمداد إذن باختصار راجعنا ووجدنا أنه تقريبا أفضل خطاع لم يعاني كثيرا كغيره كان قطاع الطاقة بفضل برنامج اكتفا ومساند وبناء إلا أن التوجهات أو التجاهات تغيرت للعديد من الأغراض والأهداف خاصة مرونة السلاسل أندد هنا وأيضا محاولة قرصانة المزيد من هذه الأشياء وكذلك نحن نمر الآن في مرحلة بها انتقالة للطاقة نقوم فيها بتعريف أنفسنا مقارنة ببقية إنحاء العالم ونقول فيها أن تعريف انتقالة الطاقة ستغير لشيء يشمل المواد والمواد الخان وهؤلاء الذين سوف يقومون باحتجازه أولا وبتحين ذلك الفرصة أولا سيكون لديهم القدرة على قول أننا لدينا أمن الطاقة أما من سيفوتون هذه الفرصة سيفوتونها إلى الأبد إذن كنوا حريصين وحاذرين العالم بدأ الانتقال إلى إنهاء ما نسميه أمن الطاقة لذلك لنقوم بذلك كان علينا أن نقوم بدمج كمنظومة تشمل كل جهات الحكومية التي يمكن أن تكون جزءا من ذلك ولذلك عملنا كذلك أيضا أو نعمل مع وزارة الصناعة ومعادن وهي شركة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة في الحقيقة أوجد مثلا يقول أنه أي كان ما لا نستطيع الحصول عليه هنا يمكننا أن نبحث عنه في أي مكان لنتأكد أننا لدينا معادننا وموادنا ومتطلباتها وأن تكون مؤمنة لنا في مسعانة لذلك كما قلت سابقا لتلبية احتياجات أمن الطاقة من بين أشياء أخرى كثيرة نقوم بها هناك قيمة اقتصادية لهذه البرامج فهي تخلق فرص العمل وتساعد على تنويع الاقتصاد وكذا وكذا لكن الآن كما أشرت الأسبوع الماضي من قال أننا سنكون محصورين في تأمين احتياجاتنا نحن فقط لا نحن نؤمن بقوة من خلال التعلم من تجاربنا ومن خلال هذه الأمور أن هذه الدولة بالفعل يمكن أن تكون محتوى محليا ويمكن أن يكون ذلك مركزا لكل الإمداد لهذه المنطقة وما يتجاوز حدود هذه المنطقة نحن صادقون ونحن نخبركم بما حققناه حتى الآن انظروا إلى ما حققناه عندما يتعلق الأمر بالهايدروكربون أو الطاقة التقليدية وبالفعل حددنا أو التزامنا بهذه الأشياء التي سنقوم بها الآن وسوف يكون لدينا المزيد والذي سوف نحتاج إلى تسليمه وإنجازه ليعطينا نسبة 75% انظروا إلى ما حققناه في الطاقة المتجددة وهذه نبحة عن آخر سنتين فقط بالمناسبة ورياء أصل بالفضل لذلك إلى صندوق الاستثمارات العامة وأعتقد أنه يمكنهم أن يخبروكم عن العمل الكثير الذي قاموا به ياسر ذهب إلى الصين الشهر الماضي ويمكنه أن يذكر لنا مقدار العمل الذي قمنا به مع صندوق الاستثمارات العامة لتأمين هذه الأشياء إذن لا نخجل من قول أننا لدينا 21% لكن عندما تعلق الأمر بالسنة القادمة تعالوا وسوف والسنة التي يأتي بها وأعتقد أن الأمر المهم هنا هو أن هناك تقريبا 5% التي نحاول لتحقيقها يجب أن نصل إليها وسوف نصل إليها بحلول 20-30 رأس المال البشري لأنه جزء من هذا الأمر بالكامل وأستغرقت الكثير من الوقت لكن ثقوا بي لدي فريق يعمل مع الكثير من المنظمات ينظر إلى كل الإمكانات لنوعية الوظائف سواء كانت وظائف تتطلب أي نوع من التعليم بما في ذلك البرامج المهنية والاستفادة من كل مؤسسة ومنظمة قائمة في السعودية حتى المعاهد والمؤسسات الموجودة في شركات مثل رابك وسابك وشركة السعودية الكهرفاء لضمان أننا جميعا نقوم بإصلاح البرامج التدريبية والتأهلية وتعزيزها وتسعاتها بما في ذلك العمل مع الجامعات لوضع المزيد من البنود في مناهجها للتأكد أننا سيكون لدينا تفكيرا مرتبطا ومتصلا بين الوظائف التي سيتم خلقها نتيجة للتحول وبين نوعية الدفعات التي ستأتي وتحاول سد هذه الفجوات ولديه فريق قادر جدا ليس من الوزارة ولكن من المنظومة بالكامل تعمل على ذلك الأمر لأنه سيكون من المخزي إذا خلقنا فرص العمل ولم يكن لدينا الأشخاص وطلاب والأشخاص المناسبون لشغلها وفي كل ذلك ما زلنا نبقى مخلصين لما يسمى بثلاثية الطاقة نريد أن نتأكد أننا لا نفقد بوصلتنا فيما تعلق بأمن الطاقة وأن لا نفقد إتمامنا بمصفوفة الطاقة ومعقوليتها وإذا قمنا بكل ذلك لم نفقد تركيزنا على الاستدامة والعمل المناخي وهدف الاستدامة الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف وأمنها والاستدامة أخيرا وليس آخيرا هذا هو التزامنا التحول هو جزء بالتأكيد من الحمض النووي للمملكة وفي جوهرها لذلك بدأت أخبركم في بداية حديثي أروني مرة أخرى وسأكرر ذلك أروني أي دولة على كوكب الأرض حتى تاريخيا حققت هذا التحول في آخر ست سبع سنوات وما زلت أنتظر شخصا يأتي لي بواجه صريح ليخلي لدي مثال أفضل من هذه الدولة إذن يمكن وغنينا على القول أن الانتقال والتحول جزء من جوهرنا ومن حمضنا النووي وسوف يواصل كونه كذلك وسيكون مثلا يحتذى للجميع الشباب وهذه هي الهبة الموجودة لدينا وبكل وكامل الاحترام هذه دولة فتية وهي ليست دولة عجوز كغيرها من الدول والشباب الذين نعمل معهم والشباب الذين سترونهم في كل شارع وفي كل مكان في السعودية لديه تطلبات كبيرة وسوف يواصل وسوف يواصل إنجاز وتقديم ما ننوي تقديمه أنا شخص كبير ياسر ما زال شابا وكذلك غيره الكثير لكن ثقوا به نحن لا نقامر ولكننا نعرف بالتأكيد ولدينا الشعور ونعرف أن الطاقة موجودة هؤلاء الشباب والفتيات الرجال والنساء لديهم الطموح والموهبة والقدرة على التحمل لتحقيق ما يريدونه لذلك نحن هنا للمساعدة وأخيرا آمل أنني وضحت الأمر ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن آمل أنني وضحت الأمر لكامل الدولة ولشعب هذه الدولة وإذا كان الأمر أصبح الآن واضحا أمامكم فإننا ما زلنا نريدكم أن تكونوا شركاءنا في هذه الرحلة أن تكونوا جزءا من هذه القصة وما زلنا كما قمنا منذ خمسين سنة سوف نرحب بفكرة العمل المشترك والمغامرة المشتركة ومواصلة إتقان هذا الفن ونريدكم أن تكونوا شركائنا فإذا قمتم بذلك من خلال شراكات المشتركة يمكنكم مسح البركود الرمز المرئي لدي فريق مكرس سيرسل لكم كل شيء سيرسل لكم العرض سيتحدث إليكم سيتواصل معكم يتأكد أنكم تفهمون ما نريد أن نقوله وما نريد أن نقوم به إذا أردتم أن تكونوا جزءا من قصتنا امسحوا هذا الرمز شكرا جزيلا